عقب الانطلاق الرسمي للعمل الأكاديمي الجامعي الجديد جاءت صباح اليوم جولة أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين إلى كلية الطب بجامعة أنجمانة حيث أطمأن أمين الدولة على بداية سير الدراسة في الكلية تقرير ياسر محمد أحمد وقراءة محمود موسى الفيل العام الجامعي 2017-2018 قد انطلق بجميع الأراضي الوطنية ومن أجل الاطلاع على بداية العام الدراسي تجيء هذه الزيارة التي قام بها أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين لكلية الطب بجامعة أنجمانة وذلك بهدف الاطلاع على بداية العملية الدراسية وذلك تزامنا مع بدء العام الجامعي بهذه الكلية إلى جانب معرفة الاشكالات التي تقف عائقا أمامها هذا وفور وصوله فقد التقى أمين الدولة بتقنم الكلية وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى شكاوي ومتطلبات الكلية وأكد مسار في قوله بأنهم سيقومون بكل ما يلزم من أجل تحقيق هذه المطالب حتى لا يتعرق لهذا العام بالكلية تفقد سير العملية الأكاديمية وبدأ الاتمينان على بدء العام الدراسي جلسنا مع أمادة الكلية وطلعنا على السعوبات بالفعل أن هناك نقص في المعلمين صراحة أساتذة الجامعات وإننا وعدنا الكلية بأننا من خلال زياراتنا المختلفة للدول التي رأيناها هناك تعاون قد قمنا بتوقيع سوف إن شاء الله نفعل هذا التعاون من خلال الأساتذة الزائرين وبعد ذلك قام أمين الدولة بزيارة لقاعات الدراسية والمعامل التطبيقية والتحليلية هذا ونشور بأنه رافق أمين الدولة في هذه الزيارة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ونائب رئيس جامعة أنجمينة فضلا عن بعض الإداريين والفنيين بالجامعة شهدت القاع الكبرى للاجتماعات بوزارة الصحة البداية الرسمية لجمع البيانات التحقيق الوطني حول مؤشرات الميلارية في شاد حيث ترأس العملية الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور حامد جبر وشركاء الحكومة في قطاع الصحة تقرير أحمد خميس جماعة من أجل القضاء على الميلارية من الآن لغاية 2030 قامت الحكومة وشركائها في الصحة بوضع العديد من البرامج والمشروعات الداعمة لهذه الخطط والتي من خلالها تغطي البلاد ولهذا الصدد جاءت مبادرة برامج جمع عملية البيانات حول حالة الإصابات بهذا الداء الذي يستهدف في المقام الأول الأطفال في سن الخامسة والنساء الحوامل ففي الحفل المنظم لانطلاقة الأعمال الرسمية للبرنامج ألقيت العديد من الكلمات أولاها كلمة المدير العام النائب في الصحة البيئية والأمراض لوزارة الصحة ميانديغار يانغار أكد بأن الميلارية هو الشغل الشاغل للوزارة بينما ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مداخلته أوضح بأن هذا البرنامج يجيء بعد الخطة الموضوعة للعام 2014-2018 الرامية إلى مكافحة الميلارية وعليه فإن البرنامج يشجع جهود الهكومة في هذا المضمار عقب ذلك قدم الأمين العام لوزارة الصحة العامة حامد جبر كلمة أطلق خلالها فعاليات هذا البرنامج الذي يكون على أرض الواقع في السابع عشر من أكتوبر 2017 في كافة أقاليم البلاد ما عدا إقليمي بركوة بستي لخلوهما من هذا المرض هذا وتخلل حفل الانطلاقة للبرنامج إجراء عملية كشف عن الميلارية من قبل الحضور كما ختم فعاليات البداية للبرنامج بمؤتمر صحفي أحياه كل من ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية جويل أوليفيه وجد علي سقودي المنسق العام للبرنامج الوطني لمحاربة الميلارية حيث تحدثا عن الجهود التي قامت بها الحكومة وشركائها في الصحة وطلبا من جميع السكان بمختلف طبقاتهم الاجتماعية مضاعفة الجهود من أجل الحد من هذا المرض القاتل